شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالوماداتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله طيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة ونتحدث حول هذا الموضوع ضمن نقطتين النقطة الأولى ما هو مفهوم القدوة الكاملة للإجابة على هذا السؤال نقول القدوات على ثلاثة أنواع النوع الأول القدوات المضادة ما هي القدوات المضادة القدوات المضادة هي القدوات التي تمثل القيم المضادة الحجاب قيمة إلهية وقيمة إنسانية عدم الحجاب يمثل قيمة مضادة العبادة قيمة وعدم العبادة يمثل قيمة مضادة المضادة التعايش بين الزوج والزوجة يمثل قيمة من القيم عدم التعايش بين الزوجة والزوجة يمثل قيمة مضادة هذه هذه هي القيم وهذه هي القيم المضادة القدوات المضادة هي القدوات التي تمثل القيم المضادة لا بأس قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني أن نشير إلى ملاحظة وهذه الملاحظة أن الكفار المشركون اليهود النصارى ملأوا بلادنا بالقدوات المضاد هذا الجزء من مخطط شامل كل شيء يتعلق بالدين بالقيم حتى إذا كان هذا التعلق تعلقا بعيدا ربما قضية الآن أصبحت مألوفة لدينا قضية عادية ربما لا نلتفت إليها لأنها أصبحت جزء من حياتنا اليومية ولكن وراء هذه النقطة الجزئية الهامشية التي نراها وقد لا نراها لأنه الشيء إذا تحول إلى شيء معتاد بعد لا يرى مثل هذا النور نور النهار بعد ما نشوفه إحنا يعني لا نلتفت إليه لأنه أصبح شيئا معتادا بعض هذه المفردات وراءها تخطيط أنا أمثل ببعض الأمثلة لاحظوا هذه الأمثلة قبل أعوام ما أعلم قبل أربعين عام خمسين عام ولا أذكر التفاصيل أيضا والخصوصيات لعل بعضكم لاحظوا الكتب النحوية والصرفية الكتب النحوية والصرفية التي كانت عندنا سابقا كنا نقرأها وكان طلاب العربية يقرؤونها كانت مشحونة بالآيات والروايات يعني على كل قاعدة نحوية على كل قاعدة صرفية كانوا بمقدار الإمكان يستشهدون بآية أو رواية عندما يذكر القاعدة أن كان مثلا وأخواتها يرفعون الإثم وينصبون الخبار يجيب آية قرآني ولكن لاحظوا التخطيط جماعة من مخطط المسيحيين ذهبوا إلى لجنة معينة لا أذكر تفاصيلها وأخذوا منها أموال وفيرة كثيرة قالوا إحنا نريد نعيد كتابة كتب الناح والصرف في البلاد العربية أخذوا هذه الكتب أعادوا كتابتها لاحظوا كتب الناح والصرف المكتوبة في لبنان المطبوعة في لبنان جردوها من جميع الآيات والروايات ما فيها ولا آية واحدة ولا رواية واحدة هذا متخطيط حتى راجعوا كتاب مبادئ العربية هذا كتاب نحوي وكتاب صرفي لطيف أيضا ما أظن أن فيه ولا آية واحدة ولا رواية واحدة هذا تخطيط إبعاد الأمة عن قرآنها الطالب لا تكون له علاقة بالقرآن لا تكون له علاقة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا جزء من هذا التخطيط السنين التي نعتمد عليها الآن معتمد على أي حساب معتمد على السنوات الميلادية فأين ذهبت السنوات الهجرية التي تبدأ من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وين راحت لا التاريخ الهجري يجب أن ينسى يجب أن يغفى واحد يقول شنو أثر هذا هذا إلى أثر هذا إلى أثر نفسي إلى أثر في الأحكام الشرعية الفقه يعتمد على ماذا؟ السنوات الهجرية عادة البلوغ يكون بأي سنة كثير من الفتيات يشتبه يشتبهون يتصورون أن البلوغ يكون بالسنوات الميلادية ما يعرفون التاريخ الهجري البنت إذا أكملت تسع سنوات ودخلت في العاشرة فهي بالغة مكلفة مثل بقية الفتيات لا تعرف في سن اليأس هذا مؤثر في الخمس كثير من الناس يبنون حساباتهم رأس السنة على السنوات الميلادية هذا غلط من الناحية الشرعية السنة الخمسية يجب أن تبنى على السنة الهجرية القمرية اللباس الذي كان النبي صلى الله عليه وآله هذا مثال آخر يقول العماء متجان العرب إذا وضعوها ذلوا هذا الحديث يحتاج إلى التوضيح في وقت آخر اللباس أخذوه مننا لباس رسول الله لباس الأئمة الطاهرين صلى الله عليه لباس سلمان وأبي ذار والمقداد الهيئة اللي كانوا عليها أخذوها مننا فإذا السنوات الهجرية أخذوها مننا الآيات والروايات في كتب النحو والصرف والبلاغ أخذوها مننا الهيئة الظاهرية أخذوها مننا الأوزان والمقاييس والموازين أخذوها مننا سابقا كان عندنا فرسخ الآن واحد ما يعرف فرسخ يعني شنو كان عندنا مد وصاع يجب أن يدفع مدا أو الوضوء بمد والغسل بصاع مد يعني شنو ما نعرف صاع يعني شنو ما نعرف هذه الأشياء مفردات ولكن كمجموعها تشكل منظومة كاملة لإبعاد المسلمين عن دينها من الأشياء التي أخذوها قدواتنا بدل هذه القدوات الصالحة وضعوا لنا قدوات مضادة الطفل من ينشأ عندما يبدأ يفتح عينه على الراديو على التلفزيون على هذه القنوات من يطرح في هذه تطرح هنا لقدوات مضادة هذه القدوات المضادة لا تمثل القيم الإسلامية وإنما تمثل قيما مضادة تؤثر يعني هذا الطفل عندما يشوف في الأفلام الخيالية يرى بنت غير محجبة هو هذا مؤثر في قلبه مؤثر في روحته يعني هذا من الآن يألف هذا المنظر هذا النوع الأول القدوات المضاد التي تمثل القيم المضاد ولذلك تشوفون أثرت يعني عندما نقعد في الدواوين ونحكي نتكلم مصطلحاتنا أجنبي فكرنا أجنبي نحلل القضايا وفق المفاهيم اللي مطينا وفق المفردات هذه المفردة هذا الحكم ينسجم ويا هذا المفهوم أو ما ينسجم مع هذا المفهوم هذا غلط لازم نشوف أن هذه المفردة اللي جاءتنا من وراء البحار تنسجم مع هذا الحكم أو ما تنسجم هذا عجيب حقيقة عندما يطرح في ديواني حكم شرعي يبحث أن هذا الحكم كيف ينسجم مع هذا المفهوم بينما يجب أن نبحث بالعكس أن هذا المفهوم كيف ينسجم مع الحكم الشرعي هذا النوع الأول النوع الثاني القدوات المحدودة القدوات المحدودة هي التي تمثل قيما محدودة فتكون هذه القدوة قدوة في هذا الإطار يعني رجل مثلا يمثل قيمة الكرم هذه قدوة هذه الشخصية قدوة ولكن قدوة محدودة ليش؟ لأن تمثل قيمة واحدة هناك شخصية ثانية تمثل قيمتين تكون قدوة محدودة لماذا؟ لأنها يقتدى بها في هذين المجالين فقط في مجال الكرم في مجال الشجاعة في مجال العلم النوع الثالث القدوات المطلقة القدوة المطلقة هي التي تمثل القيم كلها تمثل جميع القيم الإلهية تمثل جميع القيم الإنسانية هذه يقال لها القدوة المطلقة الفصل الثاني من هي القدوة الكاملة؟ القدوة الكاملة التي تمثل جميع القيم في مختلف أبعاد الحياة للمرأة المؤمنة المرأة المؤمنة الآن تحتاج إلى قدوة تمثل كل القيم القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة بل لجميع المؤمنين الرجال والنساء لا يختص هذا الأمر بالمرأة القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة نقول المرأة لأنه في حياة هذه القدوة مناحي تختص بالمرأة القدوة الكاملة للمرأة المؤمنة هي سيدة نساء العالمين اللهم صل على محمد العالمين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قدوة في العلم قدوة قدوة في العبادة قدوة في الإيثار قدوة في الصبر قدوة في جميع المجالات أنا الآن أشير إلى جانب واحد حقيقة عندما ابتعدنا رجالا ونساء عن حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء لاحظوا هذا الشقاء الذي نعيش فيه غالبا عندما واحد يبتعد عن القدوة الصحيفة ما يعرف حياة القدوة الصحيفة لا يفكر في ذلك لا يصمم على الاقتداء شنو النتيجة الله تعالى يقول وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا المعيشة الضيق هذا ليس الواقع الذي يعيشه كثير مننا كلما ابتعدنا عن حياة هؤلاء الأطهار اقتربنا أكثر إلى حياة الكفار إلى تفكيرهم عشنا في أجوائهم نعاني هذا الشقاء في بلد من البلاد الإسلامية في عاصمة ذلك البلد وضعوا شروط صعبة للطلاق شروط صعبة جداً طبعاً هذا مستوحى من الغرب أنتوا دققوا في هذه الشروط نفس الشروط الموجودة في بلاد الغرب لكن جابوها بالتفافة يرونها التفافة شرعية ليش الطلاق متداول في بلاد الغرب ما يقدرون يعيشون يعيشون مع الآخر ستة أشهر ثم ينفصلان ربما يعيشون أسبوع واحد ما يتمكنون يعيشون الرجل ما يتمكن يعيش مع المرأة المرأة متتمكن يتعيش مع الرجل فماذا فعل المشرعون عقدوا شروط الطلاق جداً حتى الرجل يفكر إذا يريد يطلق هذا مو في صالحة هذا في ضرره هذا البلد الإسلامي في قوانينه أيضاً حاول التغلب على هذه المشكلة مثلاً إحدى الأشياء التي وضعوها في قوانينهم أن الرجل هذا في بلد إسلامي الرجل إذا طلق المرأة يجب عليه أن يدفع نصف ثروته التي اكتسبها خلال فترة الحياة الزوجية كلها يدفعها للمرأة أخو كم كسب خلال هذه الفترة ربما يكون شيء طائل إذا طلق لازم يدفع نصف هذه الثروة كلها للمرأة زين هذا قانون خلاف الإسلام أحنا بالإسلام ما عندنا هالشكل قانون فالتافوا على ذلك بأن جعلوه شرطاً في ضمن العاقد الشرط ضمن العقد اللازم يكون لازم هذه مسألة فقهية وأشياء أخرى أيضاً راجعوا قانونه مع كل هذا التعقيد في إحصاء نشر في جرائدهم الرسمية أن طلبات الطلاق في عام واحد كانت مئة ألف طلب للطلاق وأحد كبارهم صرح أنه في العام الماضي عمليات الطلاق التي جرت كانت أكثر من عمليات الزواج يعني إذا مثلاً ثمانين ألف عاقد نكاح كان أكو مثلاً الطلاق كان مئة ألف هذا شنو معناته هذا معناته أنه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ظنكر أتأتي إلى حياة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها حقيقة إذا نأخذ هذه المناهج ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والآخر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فوالله قسم ما أغضبتها مرة واحدة ما أغضبتها أن أعمل شيئاً يغضبها فوالله ما أغضبتها وَلَا أَكْرَحْتُهَا عَلَى أَمْرٍ حَتَّى قَبَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَالَ هذا من هذا الجانب أكو عندنا هذا الشيء؟ بَلِي أَكْرُوا الَّذِينَ سَارُوا خَلْفَ عَلِيٍّ وَفَاطِمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَكْو هَذَشْ في حياة آباءنا كان أكو هذا الشيء في حياة أجدادنا كان أكو هذا الشيء إحنا من الآن إذا نبدأ أيضاً حياتنا تتبدأ ليش حياتنا جحين؟ فوالله ما أغضبتها وَلَا أَكْرَحْتُهَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى قَبَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَالَ وَمَا هذا الجانب الثاني وَمَا أَغْضَبَتْنِي وَلَا عَصَتْ لِي أَمْرَا هذا من هذا الجانب من جانب الرجل وهذا من جانب المرأة في يوم من الأيام هذه الرواية مذكورة في البحار هذا منهج لنا في الواقع في يوم من الأيام الإمام يأتي إلى دار الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويقول لها هل عندك شيء؟ أكو طعام في هذا البيت؟ فقالت الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها منذ ثلاثة أيام لا يوجد في بيتنا طعام ثلاثة أيام فقال أمير المؤمنين لماذا لم تخبريني؟ فقالت إن أبي يعني رسول الله صلى الله عليه وآله نهاني عن أن أسألك شيئا أكو في بيوتنا هذا الشيء؟ أكو؟ المرأة لا تسأل الرجل الرجل إذا جاب شيء فبها ونعمت إذا ما جاب شيء المرأة تقنع بما هو موجود نهاني أن أسألك شيئا المرأة لا تكلف الرجل شيئا والرجل لا يكلف المرأة شيئا المرأة أحبت تفعل ما فعلت لا يكلفها هذه القضية معروفة عن الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه قائد ثورة العشرين هذا المرجع ما كان يكلف أهلش إطلاق يوم من الأيام كان قد غلب عليه الضعف والمرض والألم كان في زاوية من الحجرة الشيخ هذا منهج أمير المؤمنين منهج رسول الله فجاءوا له بطعام عد باب الغرفة وراحه مثلا فكروا ليزعجون الشيخ أو لعله ناين الشيخ من شدة ضعفه وإنهاكه ما كان يتمكن يقوم يجيب هذا الطعام ما كان يتمكن بعديا مثلا بلية اللي جاء وشوفوا الطعام باب الغرفة قالوا ليش ما شلت قال ما كنت أكثر قالوا له لماذا لم تنادنا إحنا نجيب لك الطعام قال ما كنت أحب أن أكلفك هذا مذكور في أحواله والنبي ضمن لجماعة الجنة من جملة شروطه هذا ألا تكلفوا أحدا شيئا لا تكلفوا أكو ماء على ذلك الجانب من المائد وزوجتك جالسة ابنك جالس اتقول أعطني ماء لا قم اذهب وانت اشرب الماء لا تكلفوا هذا من الأشياء التي جعلها النبي صلى الله عليه وآله من شرائط ضمانه للجنة لجماعة حقيقة إذا الحياة العائلية الحياة الاجتماعية تبنى على هذه الموازين الآن هذه المشكلة العامة في البلاد الإسلامي مشكلة الزواج حقيقة مشكلة في تقرير رسمي في إحدى العواصم الإسلامية فتيات ينتحرن فتيات ينتحرن من جملة الأسباب هو مذاكر الأسباب لكن هذا لابد أنه مؤثر هذه المشاكل الفتيات يبقون في البيوت والأولاد يبقون في البيوت هو لهذه التعقيدات التي تعلمناها من الخضارة الكافرة الزهراء صلوات الله عليها تزوجت في مقتبل عمرها أثاث الزهراء صلوات الله عليها أثاث المعروف أنه كان خمسمائة درهم إذا تدققون في كتب التاريخ ما كان خمسمائة درهم لأن النبي صلى الله عليه وآله الأثاث كان أقل من ذلك خمسمائة درهم الموجود في بعض الروايات النبي صلى الله عليه وآله جعله أثلاثا لث أثلاث ثلث للطعام وليمة إطعام النبي خلى هذا المبلغ صلى الله عليه وآله عنده إحدى زوجاته ثم دفعه إلى أمير المؤمنين لوليمة الطعام لوليمة الزفاق ثلث للطعام وثلث للعطر العطر العطر جدا مهم في الإسلام حتى إذا يكون عطر غالي ما فيه إشكال إلا إذا واحد العطر يؤذيه ذاك شيء ثاني معذور ولكن أكو تأكيد على العطر حتى العطور الغالية ما في إشكال وثلث للعطر وثلث للجهاز ثلث ثلث خمسمائة درهام يعني إشكال يعني حوالي مية وستة وستين درهام هذا جهاز فاطمة صلوات الله عليه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين لذلك عندما تشوفون مفردات جهازها يمكن حوالي المذكور منها في التاريخ حوالي ثمونطعش مفردة الأشياء التي اشتريت بهذا الثلث وحتى الغرفة كانت مفروشة بالرامل خشبة لنصب الثياب عليه ما أدري مجموعة من الكيزان قاعب النبي صلى الله عليه وآله عندما أخذ هذا الجهاز أخذ يقلبه وأخذ يقول بارك الله لقوم جل آنيتهم من الخزاف مية وستة وستين درها قولوا أن هذه الدراهم فضة وأن كل درهم فضة مثلاً يعادل حوالي دينار حوالي مية وستة وستين دينار هذا ماهر سيدة نساء العالم وحتى هذا الزهراء صلى الله عليه قالت ما أريد الدراهم أنا ما أريد الدراهم قالت لأبيها أنه بقية النساء يزوجنا بالدراهم أنا ما أريد الدراهم فاسأل الله تعالى أن يجعل مهري الشفاعة للعصاة من أمتك هذا هو مهري فنزل جبرايل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه بطاقة من حرير مكتوب فيها قال جبرايل للنبي صلى الله عليه وآله إن الله يقرئك السلام وأمرني أن أقرأ السلام لفاطمة ومكتوب في تلك البطاقة جعلت مهر فاطمة الشفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وآله في لحظات الاحتضار الزهراء صلى الله عليه وآله أوصت أن تلك البطاقة من الحرير أن توضع معها في كفنها حتى تأتي يوم القيامة وتأخذ تلك البطاقة وترفعها وتطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاع والحديث في هذا المجال طويل الحقيقة إحنا في هذه الأيام في أيام جمادة الأولى في أيام جمادة الثانية يجب أن نحاول أن نستلهم هذه الدروس من حياة سيدتنا ومولاتنا هذه منا من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المرحومة الله جعل من هذه الأمة المرحومة أشرف أنبيائه وهو خاتب الأنبياء محمد الله صلى الله الله صلى الله الله صلى الله الله صلى الله وجعل من هذه الأمة المرحومة سيد الوصيين الإمام أمير المؤمنين ومع الله علي بن أبي طالب الله صلى الله ومع الله وجعل من هذه الأمة المرحومة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء الله صلى الله حده محمد نحن في الواقع يجب أن نعرف قدر هذه الصفوة وأن نحاول في هذه الأيام أن نستلهم منه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر